أعلن منسق الحملة من العيد إلى العيد عن برنامج والأحداث التي سيتم مشاركتها من قبل الزوار في وقت بقائهم في إثيوبيا وتم الإعلان على أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين يوجد الكثير من الأحداث في المرحلة الأولى مثل الإفطار الأكبر في ميدان الثورة في أديس أبابا ربما سيتم تسجيله في سجلات الأرقام القياسية وهناك أيضا فأدية صلاة العيد والذي يتوقع من الدول المجاورة حضورهم وجمع زكاة الفطر وتوزيعها للمحتاجين وهناك أيضا برنامج إتاحة فرصة الزيارة للأماكن السياحية خصوصا التراث الإسلامي وتوجد أيضا الأحداث الرياضية التي تهدف إلى توحد الإثيوبيين والتعاطف فيما بيننا يهدف البرنامج والأحداث التي تتضمن حملة من العيد إلى العيد إلى ترسيخ القيم الإثيوبية مثل الحب والإحترام والتعاون والتسامح بين القوميات المختلفة لا سيما في نشر صورة البلاد الحقيقية كما هو معروف أن إذ اضطهاد المساجن لثبيين في دول العربية حصل بسبب تجاهلنا من نشر الصورة الحقيقية لبلادنا وإن فعلنا ذلك سيأتي اليوم الذي يثم تقدير لثبيين فيه أينما ذهبوا وهذا سيتم إذا عملنا هنا كمجتمع بالتعاون سنحصل على النتائج أكبر من ذلك مضمون البرنامج تعزز علاقة إثيوبيا مع دول شرق الأوسط وله أيضا فائدة كبيرة سياسيا لأن الحملة تعكس مدى التعاون بين الشعوب وممارسة حقوقهم على قيم الحرية والمساواة ما عدا عن ذلك له فوائد وعوائد اقتصادية للبلاد لقد لعب المجتمع المسلم دورا كبيرا في بناء إثيوبيا وحفاظ أيضا على قيم الاجتماعية والثقافية وسهم في الأمور الاقتصادية ومضمون برنامج حملة من العيد إلى العيد يهدف إلى تعزيز هذه القيم يتحمل كل مواطن في البلد مسؤولية في تنمية بلده ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الهدف من تشريع صيام رمضان هو نيل تقوى الله وذلك يتحقق حينما نحب بعضنا البعض ونتعاون ونتسامح لذلك أدعو المغتربين كيشاركوا في هذه الحملة ويستمر دورنا في بناء بلادنا كما في السابق سيتم إجراء الإفطار الأكبر في ميدان الثورة في أديس أبابا في أول يوم من شهر المايو القادم وهناك أيضا إجراءات لدعم هذا الحدث كي يتم تسجيله في زجلات الأرقام القياسية